قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن اللقاءات التي سيجريها مع رؤساء الدول مشاركة في قمة منظمة شانجهاي للتعاون والتي تصدفها تاجيكستان ستشكل فرصة لتقوية دور بلاده على المستوى الدولي على حد تعبيره وكانت الدول الأعضاء في المنظمة قد صوتت خلال القمة السابقة على العضويات الدائمة لإيران في منظمة شانجهاي والتي تشكل فرصة لتهران لدخول الأسواق الناشئة والحد من تأثير العقوبات الغربية عليها تم تأييد عضويتنا في منظمة شانجهاي خلال القمة الماضية وما تبقى هو متابعة بعض الأمور القانونية من قبل الخارجية الإيرانية سنجري لقاءات ثنائية مع رؤساء الدول المشاركة في القمة الحالية وهذا سيساعد على تقريب وجهة النظر مع الآخرين لتفعيل دور إيران بشكل أكبر وتعد منظمة شانجهاي للتعاون منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية تأسست عام 2001 في شانجهاي الصينية على يد قادة ستة دول آسيوية هي روسيا والصين وكازاخستان قرغزستان وطاجكستان وأوزباكستان في عام 2017 انضمت الهند وباكستان إلى المنظمة كعضوين كاملي العضوية بعدها في عام 2021 تم قبول إيران في المنظمة بينما تعد أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسيرلانكا دولا شريكة ومتابعة لما يجري بخصوص منظمة شانجهاي من سمرقندي ينضم إلينا الآن مراسل تلفزيون العربي عدنان جان ومن تهران ينضم إلينا ياسر مسعود دعني أبدأ معك عدنان نضعنا في صورة ما يجري هناك وحول اكتمال انضمام إيران إلى منظمة شانجهاي نعم ديمة هناك استعدادات جارية هنا في مدينة سمرقند الأسباكية على قدم وساق استعدادا للقمة التي سوف تعقد في هذه المدينة على مدار يومين يوم غد وبعد غد هنا في مدينة سمرقند التاريخية بعض القادة من أعضاء هذه المنظمة كانوا قد وصلوا بالفعل هذا اليوم إلى مدينة سمرقند ومن بينهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وغدا سوف يستكمل بقية القادة وصولهم إلى هذه المدينة للمشاركة في أعمال القمة قمة منظمة شانجهاي للتعاون ومن بينهم الرئيس الروسي الرئيس الصيني الرئيس التركي وأيضا عدد من رؤساء دول آسيا كطجاكستان قرغستان كازاخستان وأوزباكستان وغيرهم من الرؤساء وبالتالي هناك اجتماعات موسع ولقاءات ثنائية سوف تعقدها هذه القمة بين الدول الأعضاء وسوف يكون هناك بيان ختامي في نهاية هذه الاجتماعات سوف توضح النتائج التي تم التوصل إليها والاتفاقيات التي سوف يتم التوقيع عليها بين الدول الأعضاء في هذه المجموعة ديما نحن نعلم بأن هذه المنظمة أسست فيها البداية في عام 1996 وكانت تسمى حينها بخماسية شانجهاي وثم عام 2001 تغير الاسم إلى منظمة شانجهاي للتعاون بعد انضمام كازاخستان إليها والآن هناك محاولات جدية من قبل هذه المنظمة لتوسيع دائرة الدول الأعضاء فيها لا سيما بعد انضمام كل من الهند وباكستان عام 2017 والعام الماضي كان هناك انضمام لإيران لهذه المنظمة وبالتالي هناك محاولات جدية لتوسيع نطاق هذه المنظمة كسب مزيد من الثقة السياسية على الساحة الدولية لتكون منافسة إلى حد بعيد لمنظمة حلف شمال الأطلس وبتالي تحاول كل من روسيا والصين أن تزيد فعالية هذه المنظمة من خلال زيادة الدول الأعضاء فيها نعم عدنان وهنا أنتقل إليك ياسر منظمة شانجهاي بحد ذاتها لديها طموح وأيضا سخف التوقعات الإيرانية بعد أن باتت عضوا منذ عام 2021 هو عالي خاصة فيما يخص دخول إلى أسواق جديدة الحد من تأثيرات العقوبات الخارجية عليها في تفاصيل هذا ما الذي تستطيع أن تضعنا في صورته ديما بداية في الداخل الإيراني هناك وإن كانت جدلية حول انضمام إيران إلى هذه القمة لذلك أعلن اليوم المتحدث باسم الحكومة الإيرانية بهروز جهرمي من أنه سيتم أو اقترحت حكومة إبراهيم رئيسي مشروع قرار إلى البرلمان الإيراني من أجل أن يتم المصادقة عليه برلمانيا وبالتالي تريد طهران وتحديدا في هذه الحكومة أن يكون هناك قانون مصادق عليه من قبل البرلمان فيما يتعلق من ضمام طهران إلى هذه المنظمة أيضا يضيف جهرمي من أن الانضمام إلى هذه المنظمة يعد ضمن أولويات سياسة إبراهيم رئيسي التي تقوم على أساس التوازن في سياساتها الخارجية هو يريد الإشارة بوضوح إلى أن طهران إذا ما تسعى إلى ترطيب أجوائها مع الغرب عبر النافذة الطاولة النووية من خلال المحادثات وهي جادة في هذا المسار على حد قوله والمسؤولين الإيرانيين عموما هو يريد الإشارة أيضا إلى أنها متجهة أيضا بكامل مساعيها نحو تعزيز علاقاتها مع الشرق وبالخصوص هنا الكلام عن الصين وروسيا خاصة في هذه المرحلة ديمة التي تتلك فيها المحادثات النووية يعني من خلال الرد والبدل الأخير وحتى التصعيد الأخير الذي ينظر إليه إيرانيا من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتالي تريد طهران أن يكون هناك بديلا لها في الأسواق أن يقلل هذا من حجم الضغوط الاقتصادية التي يعني يرزح تحتها الاقتصاد الإيراني من خلال العقوبات الأمريكية أيضا تعتبر طهران على الصعيدة الاقتصادية الانضمام إلى هذه المنظمة منظمة شانجهاي هو يشكل همزة وصل جغرافيا لإيران ما بين الشرق والغرب وخاصة والكلام هنا عن الممر التجاري الشمال الجنوب وحتى شرقا وغربا ما بين روسيا والغرب وبالتالي تريد أن يكون لها حظ أوفر على الصعيد الاقتصادي والتجاري وتوسيع علاقتها على هذا الصعيد ياسر مزعود مراسل تلفزيون العربي من العاصمة الإيرانية تهران وعدنان جان موفا التلفزيون العربي إلى سمرقند حيث مقر انعقاد قمة شانجهاي شكرا جزيلا شكرا جزيلا